المقامة الحلوانية المقامة الحلوانية المقامة الحلوانية وقدم لأعلام العلوم فارعة فكان لمحاسن آلاته يلبس على علاته ولسعة روايته يصبى إلى رؤيته ولخلابة عارضته يرغب عن معارضته ولعذوبة إيراده يسعف بمراده فتعلقت بأهدابه لخصائص آدابه ونافست في مصافاته لنفائس صفاته فكنت به أجل همومي وأجتلي زماني طلق الوجه ملتمع الضياء أرى قربه قربا ومغناه غنيتا ورؤيته ريا ومحياه لي حيا ولبثنا على ذلك برهة ينشئ لي كل يوم نزهة ويدرأ عن قلبي شبهة إلى أن جدحت له يد الإملاق كأس الفراق وأغراه عدم العراق بتطليق العراق ولفظته معاوز الإرفاق إلى مفاوز الآفاق ونظمه في سلك الرفاق خفوق راية الإخفاق فشحذ للرحلة غرار عزمته وضعن يقتاد القلب بأزمته فما راقني من لاقني بعد بعده ولا شاقني من ساقني لوصاله ولا لاح لي مذندا ند لفضله ولا ذو خلال حاز مثل خلاله واستسر عني حينا لا أعرف له عرينا ولا أجد عنه مبينا فلما أبت من غربتي إلى منبت شعبتي حضرت دار كتبها التي هي منتدى المتأدبين وملتقى القاطنين منهم والمتغربين فدخل ذو لحية كثة وهيئة رثة فسلم على الجلاس وجلس في أخريات الناس ثم أخذا يبدي ما في وطابه ويعجب الحاضرين بفصل خطابه فقال لمن يليه ما الكتاب الذي تنظر فيه فقال ديوان أبي عبادة المشهود له بالإجادة فقال هل عثرت له فيما لمحته على بديع استملحته قال نعم قوله كأنما تبسم عن لؤلؤ منضض أو برد أو أقاح فإنه أبدع في التشبيه المودع فيه فقال له يا للعجب ولضيعة الأدب لقد استسمنت يا هذا ذا ورم ونفخت في غير ضرم أين أنت من البيت الندري الجامعي مشبهات الثغري وأنشد نفس الفداء لثغر راق مبسمه وزانه شنب الناهيك من شنبي يفتر عن لؤلؤ رطب وعن برد وعن أقاح وعن طلع وعن حببي فاستجاده من حضر واستحلاه واستعاده منه واستملاه وسئل لمن هذا البيت وهل هو حي قائله أو ميت فقال أيم الله للحق أحق أن يتبع ولا الصدق للحقيق بأن يستمع إنه يا قوم لنجيكم مذ اليوم قال فكأن الجماعة ارتابت بعزوته وأبت تصديق دعوته فتوجس ما هجس في أفكارهم وفطن لما بطن من استنكارهم وحاذر أن يفرط إليه ذنب أو يلحقه وصم فقرأ إن بعض الظن إثم ثم قال يا رواة القريض وأسات القول المريض إن خلاصة الجوهر تظهر بالسبك ويد الحق تصدع رداء الشك وقد قيل فيما غبر من الزمان عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان وها أنا قد عرضت خبيئتي للاختبار وعرضت حقيبة على الاعتبار فابتدر أحد من حضر وقال أعرف بيتا لم ينسج على منواله ولا سمحت قريحة بمثاله فإن آثرت اختلاب القلوب فانضم على هذا الأسلوب وأنشد فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب سألتها حين زارت نضو برقعها القاني وإيداع سمعي أطيب الحبر فزحزحت شفقا غشا سنا قمر وساقطت لؤلؤا من خاتم عطري فحار الحاضرون لبداهته واعترفوا بنزاهته فلما آنس استئناسهم بكلامه وانص بابهم إلى شعب إكرامه أطرق كطرفة العين ثم قال ودونكم بيتين آخرين وأنشد وأقبلت يوم جد البين في حلل سود تعض بنانا نادم الحصري فلاح ليل على صبح أقلهما غصن ودرست البلور بالدراري فحينئذ استسنى القوم قيمته واستغزروا ديمته وأجملوا عشرته وجملوا قشرته قال المخبر بهذه الحكاية فلما رأيت تلهب جذوته وتألق جلوته وأمعنت النظر في توسمه وسرحت الطرف في ميسمه فإذا هو شيخنا السروجي وقد أقمر ليله الدجوجي فهنأت نفسي بمورده وابتدرت الاستلام يده وقلت له ما الذي أحال صفتك حتى جهلت معرفتك وأي شيء شيب لحيتك حتى أنكرت حيلتك حتى أنكرت حليتك فأنشأ يقول وقع الشوائب شيب والدهر بالناس قلب إن دان يوما لشخص ففي غد يتغلب فلا تثق بوميض من برقه فهو خلب واصبر إذا هو أضرى بك الحطوب وألب فما على التبر عار في النار حين يقلب ثم نهض مفارقا موضعه ومستصحبا القلوب معه ترجمة نانسي قنقر